السلام عليكم بابا تلاميذ الصف السادس الابتدائي درسنا لهذا اليوم لمادة العلوم ما أنواع العضلات صفحة 69 ما أنواع العضلات؟ تقسم العضلات حسب طبيعة عملها إلى نوعين العضلات تقسم إلى نوعين العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية إذن العضلات قدنا على نوعين إرادية ولا إرادية نأتي إلى العضلات الإرادية تعريف العضلات الإرادية هي العضلات التي ترتبط بالهيكل العظمي والتي يمكننا أن نتحكم بحركتها لذا سميت بالإرادية إذن العضلات الإرادية هي العضلات تعريفها التي ترتبط بمن بالهيكل العظمي والتي يمكننا أن نتحكم بحركتها يعني العضلات الإرادية من اسمها العضلات الإرادية نحن نتحكم بحركتها لذلك سميت بالإرادية لماذا سميت بالإرادية؟ وذلك لأنها يمكننا أن نتحكم بحركتها يعني حركة العضلات ومن أمثلة العضلات الإرادية هي عضلات الزراعين والقدمين عضلات الزراعين وعضلات القدمين هذه العضلات المرتبطة بالهيكل العظمي نتحكم بمن؟ بحركته نتحكم بحركته ذلك سميت بالعضلات الإرادية ومن أمثلة قلنا عضلات الزراعين والقدمين ترتبط العضلات بالعظام عن طريق تراكيب هذه العضلات ترتبط بالعظام عن طريق تراكيب تدعى هذه التراكيب بمن؟ بالأوتار تجيك على شكل فراغ أو على شكل اختيارات ترتبط العضلات بالعظام عن طريق تراكيب فراغ هي الأوتار وما هي الأوتار؟ وتوجد العضلات الإرادية بأشكال مختلفة هذه العضلات الإرادية لها أشكال مختلفة فهي قد تكون طويلة كعضلات الساقين أو قصيرة كالتي توجد حول العمود الفقري أو قصيرة كالتي توجد حول العمود الفقري أو عريضة كالعضلات الموجودة في البطن إذن العضلات الإرادية توجد بأشكال مختلفة فهي قد تكون طويلة كعضلات الساقين تأتي طويل أو قصيرة كالتي توجد حول العمود الفقري أو عريضة كالعضلات الموجودة في البطن قلنا ترتبط العضلات بالعظام عن طريق تراكيب تدعى هذه التراكيب بالأوتار هذا كل ما يخص بالعضلات الأرادية تعريف العضلات الأرادية هي العضلات التي ترتبط بالهيكل العظمي والتي يمكننا أن نتحكم بحركتها لذلك سميت بالإرادية نأتي إلى العضلات اللا إرادية وهي العضلات التي لا يمكن للإنسان أن يتحكم بعملها أو حركتها يعني عكس العضلات الإرادية العضلات اللا إرادية هي العضلات التي لا يمكن للإنسان أن يتحكم بعملها أو حركتها لذلك سميت لا إرادية لماذا سميت لا إرادية؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يتحكم بعملها أو حركتها لذلك سميت باللا إرادية وتوجد هذه العضلات في الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان مثل المعدة والقلب هذه العضلات الموجودة في القلب أو المعدة أو عضلة قلبية مكبرة هذه العضلات لا يمكن للإنسان أن يتحكم بعملها وحركته لذلك سميت لا إرادية تختلف عن عضلات الساقين والذراعين يمكن للإنسان يتحكم بحركتها وانقباضها وانبساطها لذلك سميت بالعضلات اللا إرادية هنا عندك التصنيف ما أنواع العضلات من حيث طبيعة تعملها قلنا أنواع العضلات هي العضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية هذا كل ما موجود بأنواع العضلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته